أهوار العراق من المياه وباستمرار هذا التناقص سوف يؤثر على بيئة الأهوار يؤثر على التنوع الأحيائي النائب الأول لمحافظ ذيقار عادل الدخيل حمل حكومة العباد مسؤولية نزوح أكثر من ألفي عائلة من أهوار المحافظة بسبب الجفاف وارتفاع نسبة الملوحة الأهوار اليوم أصبح وضح صعب جداً بالتالي أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من المربي جامل وسوعدات كبيرة من أبناء المنطقة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وقلة المناسب الواصلة إلى المحافظة من المياه سكان الأهوار اعتبروا مناطقهم التي يسكنونها منذ سنوات طويلة مناطق منكوبة وشكوا من تغيير لون المياه وطعمها نحن هنا فترة بشهرين ثلاثة بشهرين فترة عندنا أزمة خانقة مياهنا تغيرت ألوانها وأصبحت غير صالحة للشروب لا للحلال ولا للزراعة ولا لأي شيء ونحن حالياً في نكبة وفي حصار صعب جداً المطالبات بإيجاد حلول لشح المياه في الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة تكررت من قبل الأهالي متجاوزين الحكومة إلى المنظمات الدولية لعلها أن تجد له محلاً فلناشط كل الجهات اللي إلها علاقة بالماء تزودنا بحصتنا مالة الماء وإلا إحنا متعرضين لها الأكل ما نتحمل حتى عشر تيام سكان الأهوار صرحوا بانعدام ثقتهم بالحكومة لأنها لا تنظر إلى مشاكلهم وإنما همها المصالح الشخصية للكتل والأحزاب يعني إحنا ما صارتنا ثقة بالحكومة وحتى الحكومة إذا شكلت فإحنا وياها بياناتنا بعد كل البعد بيننا وبين الحكومة لأن لا ترعاني ولا منتبه إني ولا استفادينا من تخبات السابقة والحاضرة وفي ظل الإهمال والتقاعس الحكومي عن إيجاد حلول ناجعة للأزمات في البلاد فسكان الأهوار ستبقى آمالهم معلقة يتهددهم الخطر بين مطرقة المصالح الإقليمية وسندان الفساد الحكومي ترجمة نانسي قنقر